سهلاً وسهلاً بالحب عيب ديالي كيف تيرين؟ نبس عليكم بخير أحوالكم طيبة كل شيء في أمان الله تكشي لي كانت من الناس محولي لأنني كان صور في وقت متأخر من الليل كل شيء نعس فأنتمنى أنكم تفهموا الموقف ديالي جيتكم اليوم باش نعود لكم على واحد القصة ديال واحد المؤثرة أمريكية ودعا تتقيق ديالها في شخص الغلط ولكننا عدين نبدأ القصة ديالنا عمدها لكم بسؤال مهم بالنسبة لي المحيط ديال الأصدقاء والناس المقربين لكم كاملين أهل بالثقة بعد خطرات كي يجيكم هاد السؤال هكا في بلكم وكتردوه انتوما من الناس اللي سهلين توضعوا الثقة لكم في أي واحد نتمنى أنكم تجاوبوني في كمانطيع التحت نتمنى كذلك أنكم تقول لي كيف جاكم اللوك ديالي أنا كنا أبطر بها للفرحة ديالي اللي جاءت متزامنة كذلك مع الماتش المشرف هنيئا لنا بهذا الفوز نتمنى أن المنتخب يزيد ويوصل إن شاء الله حتى لا فينال وهتكون هادكية الفرحة الكبيرة إن شاء الله ويلا نبدأ موسيقى 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 شكرا لكم على غانيتا ويليامز غانيتا ويليامز هي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت لديها قناة باليوتيوب وفيس بوك فيها تبوستل خدمات ديالها كدكورات خيص الانترير الخدمة ديالها هي أنها تعيط لها تجي تقول لكم مثلا هنا يجي الكنابي هنا يجيو ستائر تختار معكم الألوان وإلى آخرها ويجيو ستكون هناك شهرات وكبرات القاعدة الجماهيرة ستكون لديها مؤثرة من الثلاثة ديال الوليدات عندها وليد عنده 13 عام وثاني عنده سبع سنين وثالث عنده أربع سنين عيشة ونكوب مع الصديق هو الأب شرعي ديالها ولكن هذا الشيء لا يمنح أنهم تحمل بهم كالأب ديالهم والوليدات حتى لا يستنسيب به بطريقة سالة لا يوجد مشاكل أخرى المشكل الوحيد المطروح في حياة غانيطة هو أن هذا السيد كان انفدال يعني إنسان خائن بحيث أنه كان كلاب هنا وهنا في الأسبوع كان يجلس مع غانيطة يعني كيتكلف لها في الوليدات يديهم المدرسة وهذا وفي الوقت الذي يقول لهم أخو يمشي يمشي عند الصديقة الثانية اللي بعيدة من البلاسة في نساكنا غانيطة وهذا السيدة اسمتها شوغيكا غانيطة ما كانش يمنعها يعني هذا العمل ديالها لأنها تعيش متحررة بخير وعلى خير الوويكند كانت ترسم راسها وحترق فين تخرج هي ولكوزين ديالها الكوبين إلى آخر كتخرج كتمشي لبوات كتصهار عادي هذا الشيء كان يتير الجنون ديال الصديق ديالها هذا الخروج ديالها كان يسبب لها واحد الحساسية واحد نوع من الغيرة من طرف الناس اللي كتحسدها لديك القاعدة الجماهيرية ديالها لأنه اللي قد نقولو إنسان معروف قد نقولو شهرة كيكون لها ولا قد نسميوها سيف دو حدين شهرة ماشيدة إما كتكون زوينة يعني الواحد خسو يعرف من يشدها المهم هي في آخر المطاف كيف قد نقولو هي عرفات أنه جونتان أي صديق ديالها عنده واحد العلاقة وذلك شيء ولكن كانت كتدير عين ميكا فباش تستفزوا نوعا عن ما لأنها مقدرات تدخل معه واحد توتر ولا واحد الحوار هكا كشائك خصوصا وأن الولدات حاضرين كانت كتبوست ذلك شيء كتبوسته في الفيسبوك يجعلها تعاقب من طرف الإدارة الفيسبوك لأنها كانت تحط كلام التي لم تسمح به القوانين الفيسبوك لأنكم لا يعرفون كيف كانت كتبوسته غنيطة كانوا يشكلوا عائق في الحياة جونتان لأنه لا يجعلها مشاكل مع الصديقة الثانية قرر أنه يزيد طوال معها مثلا غنيطة يجعلها غنيطة فقال سوف يمشي معها فقال هذه الشركة ستقرر أنها تستفز غنيطة ستكتب ما تعودش تقرر به السيد الذي داخله أصلا فعلى قومه بخير فالسيدة من الفهمات أن القصة لها خصوصا أنها تصدع هذا كامل الباب الذي يجيك من الرح سده فقررت أنها تعيش حياتها بالطلوب العرض وصف لا تبقى تعرف على هذه المشاكل عندها 26 عام عندها قاعدة جماهيرية كبيرة محبوبة عند الناس كأن الناس لا يبقى ولكن العالم دائرها كما أن سيد قرر أنه يتابع العلاقة مع السيدة فكذلك غنيطة قررت على أنها تكتب في الفيسبوك بالعرض على أنها إنسانة يعني حرة وسليمة داخل واحد صديقة وهنا ستعرف صديق لكوزين أو بنت خالتها مهم ستقرب من بعض صديق ستبادل كالنمر التليفون و ستوقع في علاقة حب اليوم ستعرف الصديق الجديد ستعرف إلى عرصة و ستعرف ستعرف سيد الصديق القديم ستعرف لها ستعرف ثلاث لا تستطيع تقلب كيف سيد و أعرف لأن أحد إنسان لا تستطيع أن تستطيع تقلب فهمت أنها متبوعة ولكن في الرئيس لم يكن لها صورها أو صورها و مهم أن تقلب الأيام و نار و نار و تخرج و صديقات هي المصار التي كانت لها صديق القديم و ستعرف و لها صديق القديم ستعرف و ستعرف لها لأنها قلصة و عيشة الحياة و لم يكن فيها ف كان يستفز و كان أن يحب أن يقوم بها من أحب أن أن يتعرف أن ينتقم في نظر كيف يكون الانتقام و أن يتعرف العلاقة مع و الملاسانات التي كانت بين شركة و صديق القديم ستعرف لها و ستعرف و ستعرف أن تفتح العيب و ستعرف شركة و كان أكبر غلط ستعرف حياتها و نهار الحديثة فقط و وجدات الفطر والدات واللبسات و ستعرف مع الباب لتعرف المدرسة و أم ستعرف القليصة لتبادل أطراف الحديث المدرسة كذلك كان مجمعين حتى يسمعوا الباب يضرب مجهد واحد يهرس عليهم الباب ستعرف سيد و جوناطان قال لها سيد يقرر أن يهرس الباب و يدخل و يقرر لها و يدخل و يدخل و يدخل يدخل و يدخل و يدخل لها الملاسانات و يقرر أن يخرج و يدخل و و يدخل يدخل و يدخل و يدخل المحل و قد مجهد و يدخل يدخل أي من أن يدخل لها و نظر من أن يدخل يجب أن تصل إلى تلك الأطناء في هذه الأطناء سوف ألقي رائع و سوف أتصل إلى شركة و سوف أطلب منها اسماء حق العالم و سوف أتفعل ما يملكك مهم أن تتعلق تلك المصابق أنها يجب أن تتجعل سوف تحاول أن تجعل قصة رائع ولكن كيف قلت لكم الفيسبوك بلوكي لها الوكونت يعني لا تلقى لها من هنا ساعة أو ساعتين ممكن أن يكون ذلك على حسب الحدة الكلام والتوتر يمكن أن يكون 24 ساعة يمكن أن تكون 48 أو 48 فهذا سوف تقول لها الوكونت بلوكي المهم سوف تحاولي بجميع الإمكانيات على أن تصل بها المهم سوف تشرح لها فهو للغاية لأنها كانت مشكلات في الفيسبوك لن تتعلم بها ويقول لها لأنها شخصة لا يتعلم بها ولكن يتعلم بها ويقول لها فهو للغاية لذلك الانف سوف تقوم بها سوف تتعلم بها ونأتي بها مهم أن تصل بها لأن الفيسبوك سوف يقرر لأنه هو يعيد للصديقة للشركة سوف يطلب منك ملايين البشر لأن الفيسبوك سوف يتحقق بكل بساطة شريك سوف يتحقق بساطة ملايين البشر لأن الفيسبوك سوف يتحقق بشكل ملايين لأن الفيسبوك سوف يتحقق بشكل ملايين فقد سوف يتحقق بشكل ملايين و بما يتحقق بشكل ملايين في المصاعر، إن مالك يتحقق بشكل ملايين و لا سوف يتحقق بشكل ملايين فالبوليس في ذلك الأثناء سمعوا كل شيء وطوقوا المكان كيف قلت لكم وقوموا داخلين في المفاوضات لكي يحبس هذا المهزلة هذه ومعي أن البوليس أخذوا معه ساعة وهو ما غير ينجوزوا معه أنه يستسلم يرد راسه ويقدروا يلقوا معه حل على هذا الشيء الذي وقعه إلى آخره والإنسان الوحيد الذي قررت أن نزله من المركبة التي كانت فيها هي بطبيعة الحال الشركة التي تفاوضت معها بطريقتها وقالت لها أنني سأجيب لك محامي إلى آخره لا أعرف كيف تهدر معه وهكذا يستسلم ونجعل لكم صور لكي تشاهدوهم كيف سأقول لكم؟ هذا المثال الذي وجدت لها هو المندبة كبيرة شوف الحدد المشكل في أنه وصلت المشكل كان قادر يتحل في دو مينوت سيدة لا أريد أن تجعلها إلى حال سبيلها ولكنني أريد أن تكون حسنا هذا الإنسان تلماناني ويغير أن يتحل عزيزة كثيرا فهو قررت أن يجعله ما أريد أن يتحل يعني هو كان عزيزة أن يجعله وهم لا وهم ربما مع شريكا لانها قدرت انها تأخذ لدوثيوية كانت تظن انها كان لديها سيطرة بينما غانيتا كان غالب عليها مهمها ككشاء القدر لها انها توفى في هذه الظروف المأساوية كانت تظهر من مراحة ثلاثة الوليدات مهم انه في ذلك الامسية الوفاة من بعد ما جاءوا البوليس كيف قلت لكم ويكونوا جاءوا لكم بيه ووجات الإسعاف اللي ستنقل الجتة غانيتا الى آخره صافي داروا واحد بحل شكل دي العزاء هكا في الشارع فين كانت الساكنة وخرجوا الجيران وذلك شيء يغنيوا للروح ديالها ترقد فيه سلام كانوا الوديدات ديالها حاضرين وغادي تشوفوا وغادي نحط لكم تصويرها او لعين فيديو ديالها اللي مشوكي يعني اللي حضر لوقيتها ديال الوفاة ديالها وكان يتأسف بوحد صورة خطيرة جدا جدا يعني بقى فيها بزف 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 واكيد اي واحد غاي سمع هذه القصة غادي تؤثر فيه بالنسبة للحكم ما قدرتش نجزم فيه صدقا وبكل امانة لانه لم يشفي غليلي ربما كان الناس غادي تفقوا مع هاد الحكم وكان الناس اخرين يعني انا بالنسبة لي كنا طاول اعدام كان اريح الام ديالها وكي الناس اللي غادي تفقوا مع هاد الحكم هاد اللي كان هو المؤبد وما كانش عنده الامكانية ديال اطلاق صراح وانكوزدوسا كانت عنده انبان ديال مئة عام يعني تخيلوا معي انه كان عنده المؤبد ومن فوق المؤبد زادتها مئة عام يعني وخيموت امريكان كدير واحد القضية والناس اللي امريكان اعتقدوا ان فردوا هذه اللي اص acontece تعالوا ان الحروب يعني تصوروا أنه لا ينزلوا الكافوانه بعد القبر هناك شيء يعلموا القبر بصلاسل اي ان هاد سيد هذا محبوسي الاخره شرحوا لي هاد القضية الناس اللي عندهم ربما خبرة في هاد المجال والناس اللي عايشين كيبجال تكون امريكان بهذا كان وصلنا للنهاية لهذا الفيديو والنسبة لي قصتها مؤلمة إنسانة اللي كانت يافعة ومازال قدامها الحياة كاملة وقدر أنها تنجح بدليل أنها كانت عندها متابعات كبيرة وعيش حياتها رسمات الحياة يعني درسها واحد المخطط غادي عليه باخر ولا خير قدم وليدتها إلى آخره إلا أنها قدرت غلط كلفها الحياة ديالها وأكيد غيريش وليدتها معدبي رغم أن الأم ديالها يعني متكلفة بهم حاليا مسايرة معهم إلا أنه ديال الفراغ ديال الأم ما عمر شي واحد ما يقدر يعمر لهم أنتم تقولوا لي تدماج أنها اخترت إنسان أناني إنسان كيف يفكر فراسه فراحته فقط ربما كان كيف يفكر فراحة ديالها شغيكا لأن شغيكا قدرت أنها تفرد الشخصية ديالها ولكن غنيتها كانت يعني إنسانا اللي يدرويشها كيف تعاون الأم ديالها فقدر أنه يتغلب عليها ويكون ذاك الإنسان نرجسي بمعنى الكلمة اللي ما تقدريش أنك تدخلي معاه في مفاوضات أو نقاش عادي هذا يعني نرجسي بمعنى الكلمة ترجمة نانسي قنقر